اشتركوا في القناة اهلا وسهلا بكم يتضمن جدوى الاعمال المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي يعقد حاليا في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بحث تغرير الامين العام حول اوضاع الاتحاد وانشطته منذ الدورة 34 والتي تشمل تنفيذ غرارات المؤتمر المشارع له وانشطة الامان العام للاتحاد وكذلك منغش تغرير دورات الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين للاجنة التنفيذية للاتحاد المصادقة عليها كما يتخلل المؤتمر عدة جلسات عمل تأتيضا منها اجتماعات لجنة فلسطين والاجنة الشؤون الاجتماعية والمارة والطفل والشباب والاجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية من ناحية اخرى فان اعمال المؤتمر تشمل مراجعة الحساب الختامي للعام 2023 من قبل الشؤون المالية وبحث برنامج العمل ومشروعه وموزنة الاتحاد للعام الحالي 2024 ومن ضمنها المركز المالي الفترة من الاولى من يناير حتى 20 مايو الجالي ومن مقرر ان يختم المؤتمر اعماله بازدار بيان ختامي واغامة احتفالية رمزية بمناسبة مرور 50 عاما على انشاء الاتحاد البرلماني العربي وتكريم الامين العام والرأس السابع للاتحاد خلال الاحتفالية على وعلى توزيع جائزة تنميز البرلمان العربي على الفائزين والتي فاز فيها سعادة الناب عبد النبي سلمان الناب الاول لرئيس مجلس النواب وسعادة المستشار راشد محمد بنجمع الامين العام لمجلس النواب نعم سعادة السيد هشام العوضي عضو مجلس النواب شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك